السلام عليكم ورحمة الله حكينا بفيديو سابق يا جماعة عن جميع البنوك الإسلامية بتركيا كيف نفتح فيها حساب وإيجابيات وسلبيات كل منها الفيديو رح حط لكم رابطه بصندوق الوصف بعد ما نزلت هداك الفيديو يا جماعة انطلب مني كتير أنه أعمل فيديو بيبين نسبة الأرباح بالبنوك الإسلامية في تركيا وكيف ممكن نستثمر أموالنا بنسبة ربح قد تصل إلى 10% رح نستعرض بهذا الفيديو جميع البنوك الإسلامية بتركيا ونسبة الربح يلي بيعطيها كل بنك سواء إذا فتحنا حساب بالليرة التركية أو بالدولار أو باليورو أو بالذهب خليكم معنا بالبداية خلينا أوضح شغلي بهذا الفيديو رح نناقش فقط الكاتولوم بنكالر يعني البنوك يلي بتعمل وفقا للمعايير الإسلامية لما بنحكي عن بنوك تعمل وفقا لمعايير إسلامية معناته هاي البنوك إلها لجان شرعية بتراقب توافق تعاملات هاي البنوك مع الشريعة الإسلامية قبل ما نبدأ درس اليوم يا جماعة بتي أطلب منكم طلب هذا الدرس أخذ وقت كتير بمونتاج وشغل وجمع معلومات وترتيبها وروحها على بنوك والاستفسارات منهم فيعني تم بذل جهد كبير لإنتاج هذا الفيديو فلا تنسوا تشتركوا بالقناة تدعمونا بلايك وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد قبل ما تبلشوا بحضور هذا الفيديو ما نبلش مباشرة مع القسم الأول من الدرس يلي هو استثمار أموالنا بالليرة التركية بفرض أنه معنا 100 ألف ليرة تركية قديش بتجيب لنا ربح بكل بنك إسلامي بتركيا خلينا نستعرضهم واحد واحد البنك الأول مثل ما أنا شايفين هو الكويت ترك إذا حطينا مئة ألف لمدة سنة بتعطينا المئة ألف حوالي إدى عشر ألف وتلاتمية واثنين وستين يعني تقريبا تسعمية وخمسين ليرة بالشهر البنك الثاني مثل ما أنا شايفين يلي هو بنك البركة إذا حطينا في مئة ألف ليرة تركية لمدة اثناشر شهر بيعطينا ربح صافي إدى عشر ألف وخمسمية وتسعة وعشرين يعني عمليا بالشهر تسعمية وستين ليرة أكثر من الكويت ترك بشوي البنك الثالث يا جماعة هو بنك التركية فينانس إذا حطينا في مئة ألف ليرة تركية لمدة اثناشر شهر أو سنة كاملة بيعطينا تسعة تلاف ومئتين وواحد وثمانين يعني عمليا بالشهر عبيعطينا حوالي سبعمية وخمسة وسبعين ليرة تركية أقل من البنكين السابقين البنك الرابعي اللي هو الوقف كاتلوم الوقف كاتلوم يا جماعة مو الوقف العادي الوقف كاتلوم هو بنك إسلامي الوقف العادي بنك غير إسلامي الوقف كاتلوم إذا حطينا 100 ألف ليرة تركية لمدة 12 شهر بتعطينا حوالي 11716 يعني حوالي 930 ليرة تركية بالشهر البنك الرابع يلي هو قد يكون مانو مشهور كتير يلي هو الإملاك كاتلوم إذا حطينا فيه 100 ألف ليرة تركية لمدة 12 شهر بتعطينا حوالي 11643 يعني عمليا 970 ليرة تركية بالشهر البنك الخامس يلي هو الأخير زراعات كاتلوم انتبهوا يا جماعة مو الزراعات العادي في زراعات عادي في زراعات كاتلوم الزراعات العادي غير إسلامي زراعات كاتلوم هو بنك إسلامي إذا حطينا فيه 100 ألف ليرة تركية لمدة 12 شهر بتعطينا تقريبا 10571 بالسنة يعني حوالي 880 ليرة تركية بالشهر بدي نبهكم على شغلي إذا بتفوتوا على موقع أي بنك بتاخدوا النيت كاتيري مو البروت البروت قبل خصم الضرائب النيت هو الربح الصافي يلي بيطلع لك متل ما شفنا يا جماعة الأرقام متقاربة إلا أنه حاليا البركة والكويت ترك هني أفضل بنكين وفي عنا الإملاك كاتلوم بطبيعة الحال أفضل ثلاث بنوك لحتى تفتح فيها حساب تشاركي يدر عليك أرباح طيب السؤال يلي هون أنه هو مانو بنك إسلامي طيب كيف لما عبنقول بنك إسلامي عبنحدد نسبة الأرباح إحنا يفترض إذا كان البنك إسلامي فأنت شريك مع البنك بالمبلغ يلي بتحطه وبالتالي إذا صار ربح فبيتأسم معك الربح وإذا صار فيه خسارة بينخصم من حسابك طيب كيف هدول بنك إسلامي وعبنحدد لنا المبلغ الكل بنك من هدول البنوك صار له فاتح عشرات السنوات فيعني عمليا بيعرفوا من السنوات الماضي بشكل تقديري قديش عبتطالع المئة ألف ربح فهذا الرقم يلي بنعطالك هو رقم تقديري يعني عمليا هني بكونوا شافوا آخر سنة قديش عمتجيب المئة ألف ربح وبناء عليها أعطوك هذا الرقم هذا الرقم مانو دقيق تماما يعني أنت بآخر هاي السنة ما رح تاخد إذا عشر ألف وثلاثمية وستة وعشرين فاصلة أربعة وثمانية إذن هذا كان أول جزء إذا بدنا نستثمر مئة ألف ليرة تركية القسم الثاني من الدرس رح نستعرضهم هيك بشكل سريع إذا بدنا نستثمر مبلغ بالدولار ونشوف نسبة الربح تبعيد الدولار ما رح يكون بشكل تفصيلي مثل ما كان القسم الأول رح نستعرضهم على السريع بدون تأخير خلينا نبلش بالقسم الثاني إذا استثمرنا خمسة عشر ألف دولار أمريكي يلي هني بالوقت الحالي تقريبا بساول مئة ألف ليرة تركية حطت لكم نفس المبلغ مشان تقدروا تقارنوا بين نسبتي الأرباح وهون رح تكون المفاجأة الكبيرة جدا مثلا بالكويت ترك إذا حطينا خمسة عشر ألف دولار لمدة اتناعشر شهر رح يجيبونا فقط حوالي ميتين دولار ميتين دولار يعني عمليا حوالي ستعاش دولار بالشهر يعني حوالي مئة وستعشر ليرة يعني المئة ألف ليرة تركية كانت تجبلنا حوالي تسعمائة ليرة إذا بتذكروا بينما مقابلة بالدولار عم يجيبونا فقط 116 ليرة تركية ليش هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف لأنه لما بتعطي مصاريك للبنك بالدولار فما فيهم يستثمروهم إلا ضمن قطاعات معينة بتعرفوا أنه بتركيا بعض القطاعات التعامل فيها حسرا بالليرة التركية وبالتالي إذا انت عطيت مصاريك دولار للبنك ما فيهم يحطوهم ضمن هاي المشاريع مشان هيك نسبة الأرباح بتكون قليلة جدا بالمقارنة مع الليرة التركية بالمناسبة هذا الرقم رح يتكرر معنا بكل البنوك رح يستعرضهم على السرية البركة مثلا بيعطيك أيضا 266 دولار تركيا فينانس بيعطيك 90 دولار يعني أقل من 100 دولار طبعا هون عم نحكي على الأرباح السنوية بالسنة كلها بيعطيك التركيا فينانس على الـ 15 ألف دولار 100 دولار فقط الوقف كاتلوم بيعطيك أيضا 263 دولار املاك كاتلوم بيعطيك 278 دولار والزراعات كاتلوم مثل ما حكينا مو الزراعات العادي بيعطيك حوالي 210 دولار قبل ما نختم هذا الفيديو يا جماعة بدنا نقول لكم لموضوع أنه نفس الحكية اللي حكينا على الدولار من شوي بينطبق على اليورو وعلى الذهب فمثلا لاحظوا هون 15000 يورو لمدة 12 شهر بتعطيك 81 يورو فقط ربح أيضا 50 جرام ذهب لمدة سنة كاملة تعطيك 0.36 غرام ذهب إذن إذا بدك تستثمر مصرياتك بتركيا فيبدو أنه الأفضل أنك تحطهم بالليرة التركية قبل ما نختم درسنا لليوم بأي بنك افتاح فنحن بناء على الأرباح رح ناخد نصيحتنا إما افتاح بالكويت ترك أو افتاح بالبركة بس هذا ما بيعني إنك إذا فتحت بباقي القنوك هذا أمر سيء لا 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 كله نخير وبركي كله نمنح إلا أنه هاي السنة أكتر شي عطى ربح الكويت ترك والبركة كان هذا كل شيء بدرسنا لليوم يا جماعة بتمنى تكونوا استفدتم من الدرس لا تنسوا تشاركوا مع أصدقائكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بالمناسبة في عنا فيديوهات كتير متنوعة وحلوة بالقناة ياريت كمان تطلعوا عليها